اشدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة توحيد الصف الوطني وتقديم مصالح البلد وتلبية تطلعات الشعب مشيرا إلى أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يتم التعامل معها وفق القانون واكد صالح أن احترام إرادة الشعب والمسار السلمي هو واجب وطني وأن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق يكفله الدستور واللوائح القانونية والقوانين الانتخابية وأن التعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرض للأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد